موسيقى سلام الله عليكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى المسائية آخر موعد إخباري مباشر على القناة الثانية المستهل كالعادة بالعنام بالدال البيضاء أعطيت اليوم الانتلاقة الفعلية للدورة الثامنة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية مناسبة هدفها مواكبة الصناع التقليدين ودعم تسويق منتجاتهم وعلى مشارف الشهر الفضيل تباشر لجان مراقبة أسعار المواد الغذائية حملة واسعة لمحاربة كل أشكال المضاربة والاحتكار وحث التجار على ضرورة إشهار أثمنة المواد الغذائية واليوم تم إعطاء الانتلاقة الرسمية للعمل بالرادارات المتنقلة والمثبتة على متن المركبات وهي نوع من الرادارات التي تعمل مثل شاكلة الرادارات الثابتة وبرواق ضفاف بالرباط تم تقديم عرض مصرحي بعنوان حلم بلا حدود هو عبارة عن حوارات مقتبسة من النصوص والكتابات الأدبية للراحلة فاطمة المرنيف أهلا بكم إلى التفاصيل بالدار البيضاء أعطيت اليوم الانتلاقة الفعلية للدورة الثامنة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية مناسبة هدفها مواكبة الصناع التقليديين من خلال وضع برامج لدعم التصدير فضلا عن إنشاء مراكز للتميز تهدف إلى تحديث فروع هذه الصناعة ما يعزز حضورا أكبر للمنتجات المغربية على الصعيد الدولي روبرتاج لعزيز مجد والمتابعة للسعيد أجعنا الصناعة التقليدية رافعة للتنمية في خدمة إشعاع التراث المادي واللامادي عنوان الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية والذي يأتي لتسلط الضوء على عمل الحرفيين المغاربة الذين يساهمون في إشعاع المغرب على الصعيد الدولي الصناعة التقليدية المغربية تتطلع بدور جوهري في التشغيل بالمغرب بمعدل إدماج للشباب الحاصلين على تكوين في هذا المجال قد يصل إلى 90% فهذا القطاع عرف العديد من التطورات خلال السنوات الأخيرة مناسبة تم خلالها التوقيع على اتفاقيات شراكتين تهم ومواكبة الصناعة التقليدي ليلجأ إلى الأسواق الخارجية مع الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة وقعنا اليوم على اتفاقية مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية الهدف لها ومواكبة صناعة تقليديين وتكوين ديالهم باش يقدروا يستخدموا وسائل للتجارة الإلكترونية مع هذه الاتفاقيات اللي كجيباش تحزيز التنافسي ديالصناعة تقليديين أولا فيما يخص الرقمنا والولوجيا لهم الرقمنا وتحسيس الولوجيا لهم الأسواق كان عنا اتفاقية بخصوص دعم لوجيستي باش ممكن لهم يصدروا ممكن لهم يروجوا من توجد ديالهم في المغرب وخارجه معرض سيعرف حضور أزيد من 350 شخصا يندمون لمنظومة الحرف اليدوية إلى جانب مشاركة أكثر من 25 دولة ما يبرز مكانة الصناعة التقليدية المغربية على الصعيد الدولي وأهمية قطاع الصناعة التقليدية في النسيج الاقتصادي الوطني موضوع الفقرة الاقتصادية الأسبوعية مع إيمان ورقى إيمان مرحبا بك مساء الخير زكريا إذن كيف يساهم قطاع الصناعة التقليدية في النسيج الاقتصادي الوطني الصناعة التقليدية زكريا قطاع انتاجي ذو بعد اجتماعي مهم يساهم بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي ويشغل نحو 20% من الساكنة النشيطة وسجل في السنوات الأخيرة زخماً استثنائياً قطاع أفرز نمو كبيراً على مستوى مختلف المؤشرات وأحدث واقعاً إيجابياً مهماً على الصانعات وصناعة التقليديين وتحقيق أذاء متميز لصدرات الصناعة التقليدية التي تجاوزت لأول مرة في التاريخ عتبة المليار درهم في سنتي 2022 و2023 بنسبة نمو تقدر بـ 7% إضافة إلى تحقيق عائدات تقدر بعشرة ملايير درهم خلال السنة الماضية نتجة عن مشتريات السياح لمنتجات الصناعة التقليدية أي ما يمثل نسبة 10% من عائدات السياحة بالعملة الصعبة هذا الانتعاش يؤكد الدينامية التي تعرفها الصناعة التقليدية والتي تحققت بفضل انتعاش القطاع السياحي الذي سجل في السنة الماضية حوالي 14 مليون ونصف المليون سائح إما المدى عن العوامل التي ساهمت في الدينامية التي يعرفها اليوم قطاع الصناعة التقليدية بداية زكريا تولي الدولة أهمية كبيرة لقطاع الصناعة التقليدية بالنظر لمساهمته في الحفاظ على تقافة المملكة وتعزيز الهوية المغربية وكذلك بالنظر إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع على المستوى العالمي نظرا للطلب الكبير على المنتجات الوطنية لهذا الغرض جرى تعزيز هيكلة القطاع من خلال إحداث السجل الوطني لصناعة التقليدية الذي يضم حاليا أزيد من 380 ألف صانع وتسجيل أزيد من 600 ألف صانع بنظم نظام الحماية الاجتماعية فضلا عن تحسين تنافسية القطاع الصانعين التقليديين إلى جانب تحسين جودة المنتوج من خلال مواكبة علامة التصدير حيث يتوفر المغرب حاليا على 69 علامة تغطي مختلف الفروع وكذا الترويج للمنتجات الوطنية بالإضافة إلى التركيز على تأهيل الموارد البشرية في القطاع الذي مكن من رفع عدد المسجلين في مؤسسات التكوين التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية بنسبة 55% بين سنتين 2021-2023 شكرا جزيلا لك إيمان لقاء تجدد فيك الأسبوع المقبل بحول الله في أمان الله وصناع تقليديون أبدعوا في كل المجالات بما فيها الأزياء التي تعد واحدة من أوجه عراقة المغرب وتنوع روافده الثقافية والحضرية هذا اللباس الذي يفخر اليوم المغاربة بارتدائه في المناسبات والأعياد حرفة امتهنها ولا يزال العديد من الصناع التقليديين كما سنتابع من سلا مع نادي أحتوى المولودزينتين علاقة حسن بحرفة البرشمان علاقة حب امتدت لعشرين سنة ينسج دون كلل أو ملل أنواع مختلفة من الزي التقليدي يغرق في التفاصيل إلى حد ينسرخ فيه عن العالم من حوله لا يعود إلى الواقع إلا بعد أن يضع آخر خيط في عمله الفنية نحن باقين محتفظين إلى الصناعات تقليدية لأنها هي مكتموتش مش يبح الماكينة وخازجية تفوت يجيب بزاف ديال الموديلات بزاف دياله يحيدوا إما البرشمان تقليدي الحمد لله ونحن محتفظين إلى الصناعات تقليدية وكنت منهم الله يربي زيت الزهر القدام اللباس التقليدي موروث يتميز بتنوعه وغناه وأصالته فيه تتجسد مهارة الصانع المغربي الذي يحاول بواكبة التطورات التي يشهدها العصر بما يلائم الأذواق نحن محافظين على الصناعات التقليدية وطورناها الحمد لله ولو فيها موديلات بزاف موديلات اللي بغاجة بها دورة تنديرهم لي اللي بغاجة للابا محافظين على الصناعات التقليدية دياليد بالبرشمان كان ذاك التقليد ذاك الموروث القديم اللي تعلمنا من المعلمين ديالنا بقينا محافظين عليه وطورنا دزنا التحسينات في الماكينة دخلوا للماشين ديالي كطفيل أنا كنلبس اللباس التقليدي منذ الصغار ديالي بس نحافظ على الهوية المغربية كنلبس الجيلباب المغربي والدراعية وده كل الأقبصة ديال الشرق حتى الزوجة ديالي والأبناء ديالي حتى ومك يلبسوا هذا اللباس التقليدي ومحافظين عليه هو اللباس الرسمي ديالنا عند الخلوج دائما ما يميز الزي التقليدي في المغرب هو التنوع الذي يستمده من الثقافة والجغرافية كما أنه ممتد عبر العصور والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي افتتح اليوم شغال الدورة الرابعة من ولايته الثانية دورة تهدف تسليط الضوء على أولويات المجلس خلال هذه المرحلة والمتمثلة أساساً في إرساء مدرسة جديدة منصفة جذابة وعالية الأداء كما سنتابع في مقتطف من تسريح الحبيب المالكي رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي دورة فبراير مرتبطة بنقطتين في جدول الأعمال النقطة الأولى متعلقة بعرض السادة الوزراء والنقطة الثانية مرتبطة بتقرير تركيبي الذي يشمل كل ما له علاقة بأشغال اللجاني نوقع بعد ذلك على اتفاقيتين اتفاقية الأولى خاصة بكل ما له علاقة بالمؤسسة التقنية والعلوم والنقطة الثانية خاصة بكل ما له علاقة بالمكتب الوطني لتكويل بهاني وللوقوف سدا منيعا ضد أي ارتفاع غير مشروع في الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وعلى مشارف شهر الفضيل تباشر اللجان مراقبة أسعار المواد الغذائية بعملة الرباط كنموذج حملات واسعة لمحاربة كل أشكال المضاربة والاحتكار وحث أصحاب المحلات التجارية على ضرورة إشهار أثمنة المواد الغذائية اللجان تحرص كذلك على مراقبة جودة عدد من المنتجات الغذائية كما سنتابع في روبرتاج محمد بو بكر وأسامة غرامي اجتماع تحضر للقيام بجولة لمراقبة الأسعار وجودة مختلف المنتجات بعدد من المحالة والنقاط التجارية بالسوق المركزي لمدينة الرباط المحطة الأولى محل لبيع لحوم الدواجين اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار والجودة تقف عند مخالفة نأتهم وعدم احترام الظروف الحفظ والتخزينة ومن بين المخالفات التي تم ضبطها خلال هذه الزيارة فهو عدم توفر بعض المنتجات الغذائية على رقم الاعتماد الصحي ولا ترخيص صحي من طرف المكتب الوطني السلامة صحي للمنتجات الغذائية عدم احترامها العنوالة عدم توفرها على تاريخ الإنتاج تاريخ الانتهاء الصلاحية ورقم التسلسل هي حملة ترمد عزيز الرقبة للوقوف على جودة المواد الاستهلاكية وضبط الأسعار اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار والجودة تشدد على مراقبة الأسماك وبعض المنتجات التي يكثر عليها الاستهلاك خلال شهر رمضانه المحطة الثانية سوق الحبب والقطان بالرباطة اللجنة المختلطة ترقب عدد النأم من محالات بيع التوابل والقطان الهدف منع الاحتكار والمضاربات في السلعة ومرقبة جودة المنتجات المعروضة في السوق تم تفعيل خمسة اللجان على مستوى الدوائر الحضارية للعملات الريباط والجنة السادسة التي يمكنها ضبط تتبع مسارات المسالك التوزي أي إخلال بعمل السوق لمنحية الاحتكار أو تقديم مثلا منتجة غيصة لحالة الاستهلاك تتحرر بشأنها محاضرة رسمية التي تأخذ مساراتها سواء إطار الضبط الإداري يتلاف هذه المواد مراران وتكرار تيجي لعقبة السوق وهذه الفترة ديالة رمضان تيجي باش المواطن يأخذ أتمينم زيانة وتكون الجودة اللجان المشتركة تقوم بشكل دوري بتكثيف دوريتها من أجل مراقبة الجودة والأسعار ووضعية التموين بمختلف أسواق جهة الرباط سل القنيطرة في إطار تنزيل مخطط السلامة الطرقية تم اليوم إعطاء الانطلاقة الرسمية للعمل بالرادارات المتنقلة والمثبتة على متن المركبات وهي نوع من الرادارات التي تعمل مثل شاكيلة الرادارات الثابتة نموذج من جهة فاس مكناس حيث سيتم ابتداء من يوم الاثنين المقبل الشروع الفعلي في الاعتماد على هذا الرادار بمختلف عمالات وأقالم الجهة تفاصيل في ريبرتاج أسامة أفقير بعد ستدريس الكهن اللجنة الجهوية بفاس مكناس المكلفة بتتبع أنشطة المراقبة الطرقية اجتمعت لإعطاء الانطلاقة الرسمية للعمل بالرادارات المتنقلة المثبتة على متن المركبات مشروع يسبو إلى تعزيز مراقبات السرعة على مستوى المقاطع الطرقية الخطيرة غير المغطات بالرادارات الثابتة سيارات مزودة برادار من نوع الدكي من الجيل الجديد اللي يسمحنا بالإضافة إلى رصد السرعة القانونية إلى رصد أكثر من عربة واحدة في أن واحد وقد يصل هذا العدد إلى مركبة أن واحد كذلك يمكننا من تمييز بين أنواع العربات بين النوع الخفيف والنوع التقيل وكذلك يمكننا من رصد المخالفات في التجاه السير هذا الرادار المثبت على متن هذه المركبة سيقوم ابتداء من يوم الاثنين المقبل برصد مخالفات تجاوز السرعة داخل المجال الحضري وخارجه في جميع الطرق الكائنة هنا في جهة فاس مكناس يأتي عمل هذا الجهاز في إطار واحد صفقة وطنية تهم اقتناء مجموعة الأجهزة الرادارات لمراقبة السرعة القانونية يصل عدد هذا الجهاز 15 جهاز الرادار على مستوى الوطني هذا الرادار الجديد من بين أهدافه كذلك تحقيق مستويات متقدمة من الردع الوقائه لدى مستعمل الطريق خاصة فيما يخص مراقبة السرعة نتحول إلى جهة درعة فيلات حيث أعطيت الانطلاقة الفعلية لخدمات 41 مركزا صحيا حضريا وقرويا من ضمنها مركزان لتصفية الكلي هذه الخدمات الاستشفائية تأتي في إطار تطوير العرض الصحي لمواكبة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية لاسيا مما يتعلق منه بإرساء تغطية صحية شاملة وموحدة حمزا إيثم سعود منشآت صحية من الجيل الجديد بخدمات وسلة علاجات متنوعة تعزز العرض الصحي على مستوى جهة الدرعة فيلالت 41 مركزا صحيا حضريا وقرويا أعطيت انطلاقتهم اليوم وليوم هذا نهار تاريخ لأنه كان شهدو افتتاح ديال أزيد من 40 منشآة صحية يعني 41 منشآة صحية بما فيها مركز ديال تصفية دم للقصور الكلاوي على مستوى جميع جهة الدرعة فيلالت جميع المشآة صحية سواء كان مركز صحي من المستوى الأول أو مركز صحي من مستوى الثاني أو مصطف صفقراوي فهما يحتوي على نفس الحلة الجديدة بنفس المعايير يمكنش الفرق ما بين المجال القراوي والمجال الحضاري وهذا نقطة جدا إيجابية المراكز تروم تقديم مختلف الخدمات الصحية للمواطنين وتتوزع على كل تراب الجهة والهدف تقريب الخدمات الطبية من المواطنين ما بقاش السبيطر الكبير يأخذك الضغط الكبير بزاف ولو الناس سيجيوا لدينا نحن اللوالا وغادي نتريهم ونعرفوا اللي سهل مشى السبيطر الكبير أو اللي يكفي أنه يأخذ الأمور دياله هنا افتتاح واحد واربعين مركزا صحيا دفعة واحدة بجهة الدرعة في لالت خطوة جديدة نحو تعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية خطوة ستشمل كذلك باقي جهات المملكة لتعميم الخدمات الطبية من الجيل الجديد المسائية متزال متواصلة على القناة الثانية نتابع فيها بعد قليل الوضع الإنساني في غزة يزداد تفاقما مع استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الخامس والاربعين بعد المئة فيما عدد ضحايا هذه الحرب يقترب من ثلاثين ألف شهيد والذكرى السادسة وستين لمعركة شير الشهير موعد تحتفي به أسرة المقاومة وجيش التحرير ومعها ساكنة الأقالم الجنوبية التي ساهمت في جلاء آخر جندي أجنبي عن السحراء المغربية قبل ذلك أولى جلسات التفكير والنقاش حول المبادرة الملكية الأطلسية الأفريقية وإدماج دول الساحل كانت من عيون الساقية الحمراء حيث انبرى ثلاث من الباحثين الأكاديميين والفاعلين المحليين في مناقشة أبعاد هذه المبادرة الملكية ودورها في تنمية دول الساحل نتابع روبرتاج يوسف ويشو وزهير هيدان المبادرة الملكية الأطلسية الأفريقية وإدماج دول الساحل رؤية طموحة لجلالتها تجعل من التعاون جنوب جنوب في خدمة قضايا التنمية والتكامل الاقتصادية وتعزز التواصل الإنساني والإشعاع القاري والدولي لهذه الدول هي محاور هذا النقاش الأكاديمي الذي نظم بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون 43% من الدول الإفريقية هي مطلة على المحيط الأطلسي وجزء كبير بهذا التجارة فهو يمر عبر هذا المحيط وبالتالي لا بد للدول الإفريقية حتى تحقق نمو والتنمية وتحارب ما يتعلق بالإرهاب وكل عوامل الاستقرار أن تتوفر على هذا النوع من البنيات التحتية وبالتالي تمكينها من السيادة على سلاسلها الإنتاجية من أجل توحيد الرؤية نحو اقتصاد أزرق نحو تعاون نحو اندماج لهذه الدول في إطار مبادرة تأتي أولا من دول جنوب وترسخ لفكرة جنوب جنوب المشاركون في المنتدى وقفوا عند أهمية مكانات المغرب داخل إفريقيا مثمنين تسخير إمكاناته لصالح التنمية بالقارة في ذل ما تشهده أقالم الصحراء من تطور في بنيتها التحتية تؤاهلها من لائب دورها كبوابة للمغرب نحو امتداده الإفريقية المغرب أيضا ينطلق من كونه في هذه القارة الإفريقية يفهم جيدا ما يعتمل داخلها لا من تهديدات ومن تحديات ولا من فرص وأيضا يقدم هذه القارة الإفريقية من خلال المبادرات الخلاقة التي دائما يدافع عنها جلالة الملك هي سلسلة من الدوات لإنطلاق المبادرة الإفريقية الأطلسية وكذلك مقاربتها مع نموذج التنمويل الأقليم الجنوبي بعد العيون ستكون بوشدور هي المحطة الثانية في سلسلة منتديات التفكير والتحليل والنقاش حول المبادرة الأطلسية الإفريقية وإدماج دول الساحل خارج الحدود من المتوقع أن يقرر الرئيس السينيغالي ماكيسال موعد إجراء الانتخابات الرئاسية بموجب توصيات تقترح تنظيم الاقتراع بعد عدة أسابيع الانتهاء ولايته الحالية كما تم الإعلان عن تقديم مشروع قانون العفو العام في أعقاب ترأس ماكيسال اجتماعا لمجلس الوزراء والوضع الإنساني في غزة يزداد تفاقما مع استمرار العضوان الإسرائيلي لليوم الخامس والأربعين بعد المئة يأتي ذلك وسط حديث عن اتصالات مكثفة بين حماس وإسرائيل بوسطة دولية من أجل التوصل إلى هدنة جديدة في القطاع بدءا من الأسبوع المقبل حمزة إيتنسوت هاجس مجاعة يضيق به الأفق لسكان غزة كابوس الجوع أصبح أكثر رعبا للفلسطينيين داخل القطاع من القصف نفسه أكثر من خمسمائة وستة وسبعين ألف شخص هم على بعد أقل من خطوة من المجاعة إحنا هنا جاينا راجل الناس الأطفال الأبرياء الفقراء المحتاجين والله ما هم لقين لقمة عيش كلوها المي مش لقينها الله عزك تحمموا فيها وإشي الناس محتاجة الجوع كتلهم وصلنا للسالب مش لمرحلة السفر لتحت السفر إحنا بنعيش في مجاعة 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 إحنا في كونا في الشمال كل الشعب كل الشمال جعان في الشينة في الخبز الأمم المتحدة تشدد على كون المجاعة لا مفر منها في غزة شحن في المساعدات الإنسانية التي تصل القطاع والكمية لا تكفي لسد حاجة السكان ما لم يحدث أي تغيير فإن شمال غزة يواجه مجاعة وشيكة وعلينا أن نتحمل مسؤوليتنا حتى لا يحدث ذلك أمام أعيننا ربع سكان القطاع على بعد خطوة واحدة من المجاعة ويعاني واحد من كل ستة أطفال تحت السن الثانية من سوء التغذية الحاد عمليا يعتمد جميع سكان غزة تقريبا على المساعدات الإنسانية غير الكافية للبقاء على قيد الحياة بعد 145 يوما عدد الشهداء بلغ 30 ألف شهيد أكثر من 70% أطفال ونساء فيما عدد المصابين يفوق أكثر من 700 ألف مصاب ووزير الدفاع الوطني برومانيا في زيارة عمال للمملكة مرفوقا بوفد هام وسفيرة بلاده المعتمدة بالرباطة دمن برنامجه اليوم لقاؤه بناصر بريطة حيث تبحث المسؤولا تعزيز وتنويع التعاون الثنائي بين البلدين خصوصا بعد التوقيع يوم أمس على اتفاقية التعاون في المجال العسكري والتقني بين المغرب ورومانيا وذلك بحضور الفريق أول المفاتيش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية في موضوع آخر كشف المجلس الأعلى للحسابات اليوم أن مبالغ الدعم العمومي غير المبررة التي تم إرجعها من طرف 22 حزبا سياسيا برسم سنة 2022 ارتفعت إلى 37 مليون ونصف المليون درهم كما بلغت موارد الأحزاب التي قدمت حساباتها وهي 29 حزبا من أصل 34 ما مجموعه 153 مليون درهم وقد سجل المجلس أن 18 حزبا استفاد من الدعم السنوي فيما لم يتم صرف هذا الدعم لفائدة 16 حزبا لعدم استفائهم شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانوننا نتابع مقتطفا من تسريح عبد السمد الأزرق المكلف بتنسيق مهام مراقبة حسابات الهيئات السياسية والنقابية بالمجلس الأعلى للحسابات ضمن هذا الدعم السنوي استفادت ولأول مرة سبعة أحزاب سياسية من دعم إضافي برسم سنة 2022 بما مجموعه 20 مليون درهم وذلك لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث أما فيما يتعلق بالنفقة المصرح بها فقد بلغت ما يناهز 131 مليون درهم وفيما يخص وضعية إرجاع مبالغ الدعم غير المبررة فقد سجل المجلس أن هذه المبالغ ارتفعت إلى 37.5 مليون درهم تم إرجاعها من طرف 22 حزبا فيما انخفضت المبالغ الباقي إرجاعها من طرف 18 حزبا إلى 26 مليون درهم وذلك لقيام حزب مؤخرا بتسوية وضعيته إزاء الخزينة بإرجاع المبالغ جوش فاصلة 9 مليون درهم كذلك سجل تقرير المجلس أن وجود نقائص على مستوى دعم 26% من مجموع النفقات المصرح بصرفها بوثائق إتبات قانونية من بينها 14% مرتبطة بنفقات التدبير همت 24 حزبا و12% بالنفقات المتعلقة بالدعم السنوي الإضافي همت خمسة أحزاب ضمن السبعة أحزاب المستفيدة من هذا الدعم وبخصوص الدعم السنوي الإضافي سجل المجلس إرجاع أربعة أحزاب لمبلغ إجمالي قدره 3.3 مليون درهم من مبالغ الدعم غير المستعملة كليا أو جزئيا إلى الخزينة وعدم إرجاع حزبين لمبلغ إجمالي قدره 1.44 مليون درهم كما سجل التقرير أن مبلغ 15 أو 16 مليون درهم تم الانتزام بها من طرف خمسة أحزاب في إطار 44 مهمة أو درسة أو بحث دون الإدلاء بما يثبت اللجوء للمنافسة لانتقاء الخبراء المؤهلين لإنجازها وفي مثل هذا اليوم قبل 66 عاما جرت بجنوب المملكة معركة دشيرة الشهيرة موعد تحتفي به أسرة المقاومة وجلش التحرير ومعها ساكنة الأقالم الجنوبية التي ساهمت في جلاء آخر جندي أجنبي عن استحراء المغربية محطات بارزة في نضال وكفاح المغاربة من الشمال إلى الجنوب لتوحيد الوطن ورص صففه من جماعة الدشيرة الجهادية نتابع روبرتاج يوسف وشوة زهير هنا معركة دشيرة وذكر جلاء آخر جندي عن عقاليم الجنوب صفحات مشرقة من تاريخ كفاح أبناء الصحراء ضد الوجود الاستعمار الإسباني بهذه الربوع المعركة التي تحل ذكرها السادسة والستين محطة من أجل استحضار تضحيات المقاومين من أجل أن يبقى الوطن حرا موحدا المعركة في دشيرة وظلوا المدافع خدامين فيهم الأبطال اللي ماتوا منهم وحدين يرحمهم ذوكم اللي زاروا اليوم ووحدين ماتوا في هذه الفترة لقبلتهم من هون وحقق عنهم مجاهدي وشهداء كاملين أنا من وقام اللي شاركي في المعركة ومعلق لسيد محمد الخامس فلو أنا ثلاثة وصنت اللي بقى حي اليوم فمعلق لسيد محمد الخامس عبدالربي هذا لقد قدمت معركة تدشير أرواع الصور في تجسير التلاحم بين مكونات جيش التحرير والعرش دفاعا عن مقدسات الوطن هي اليوم دروس في الوطن يتروى للخلف المحطة هي جديرة باحتفاء بها وبالوقوف عندها لاستلهام ما تحمله من حمولة دي القيام الوطنية وقيام المواطنة الإيجابية والسلوك المدني القويم اللي تحلى به وجبل عليه الجيل الأول والرعيل الأول دي المهدي للعمل الوطني اليوم نحتفل بذكرى مركة تدشير بين المتعب الإكباني وجه التحليل المغربي وراءه وشفنا عن جيل التحليل المغربي قاوم وناضل من أجل الحرية والانتقلاء اليوم هي فرصة لتعريف هذا الجيل الأجيال التي لم تعايش هذه المعارك سواء تشيرا أو تفدارت أو غيرها من المعارك من أجل استحضار رموز الكفاح الوطني وكذلك استحضار تضحيات الآباء والأجداد من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية واستكمال استقلال المغربي ووحدته الترابية التاريخ النضالي بالصحراء مليء بالمحطات التاريخية كمعارك الرغيوة والمسيد وعمل عشارة ومرقالة والبلاية وفملواد وغيرها كثير هي حلقة ترسع الأمجاد البطولية دفاعا عن وحدة الوطن وإلى دار البقاء رحل اليوم الفنان المسرحي والسينمائي حميد نجاح بعد معاناة مع المرض الراحل من موالد الدار البيضاء سنة تسعين وأربعين تسعمائة وألف راكم تجربة مسرحية مهمة في التشخيص والإخراج وقد سبق له أن أدى أدوارا سينمائية كبيرة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي رحم الله الفقيد وإن لله وإن إليه راجعون وبرواق ضفاف بالعاصمة الرباط قدمت الفنانتان أم العيوش وسناء عاصف عرضا مسرحيا بعنوان حلم بلا حدود هو عبارة عن حوارات مقتبسة من النصوص والكتابات الأدبية للراحلة فاطمة المرنسي ربورتاج أسامة غرامي والمتابعة لبشر ريف هنا برواق ضفاف كان الحلم بلا حدود عرض مسرحي عبارة عن تشكيلة متنوعة من نصوص الرحلة فاطمة المرنسي بأفكارها وعبارها ورسائلها الإنسانية نصوص جمعتها الفنانتان أم العيوش وسناء عاصف واخترتها تقديمها للجمهور فاطمة المرنسي هي حياة بأكملها كرست للتفاع عن المرأة في العالم العربي والمغرب المعاصر بشكل خاص بحسن فكهي كانت تروي قصصا عديدة هي لم تكن فقط علمة اجتماعين أو باحثة بل كانت روائية تعرف جيدا كيف تحكي عن المغرب لذلك اخترنا الاشتغال على نصوصها هي المرة الأولى التي نقدم فيها عرضا بفضاء مخصص للمعارض الفنية وهذا مهم جدا لأنه سيتيح لنا قربا مكانيا مع الجمهور نتقسم معه نصوص المرنسي الاشتغال على هذا العرض لم يكن بالأمر الهيي تقول الممثلتان فقد تطلب زمنا من البحث في نصوص المرنسي وتركيبها بشكل درامي للخروج بتوليفة فنية استمتع بها الجمهور لساعة من الزمن واليوم تحل الذكرى السابع عشر لميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا خديجة مناسبة تتجدد معها الفرحة ذاتها التي عاشها الشعب المغربي في مثل هذا اليوم من العام 2007 وبهذه المناسبة تتقدم بأحر التهاني وجميل التبركات لجلالة الملك محمد السادس والأسرة الملكية والشعب المغربي قاطب في ختام المسائية إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها بالدار البيضاء أعطيت اليوم الانطلاقة الفعلية للدورة الثامنة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية مناسبة هدفها مواكبة الصناع التقليدين ودعم تسويق منتجتهم شكرا لكم على طيب المتابعة دمتم بخير في أماننا اشتركوا في القناة